في الأنبار افتتحت قيادة حرس حدود المحافظة أربعة مخافر حدودية مع تثبيت أبراج للمراقبة والرد الحدودي بين العراق وسوريا وقال مصدر أمني أن القطاعات العسكرية عززت من وجود قواتها في النقاط ومخافر حدودية مع نصب كاميرات مراقبة لمنع حالات التسلل والتهريب مبينا أن قوات حرس الحدود دمرت الأنفاق والشقوق الأرضية التي حفرها التنظيم الأرهابي أثناء سيطرته على الشريط الحدودي خصوصا في قضاء القائم وناحية الرمانة